بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح سيسي بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال ترميمي وإصلاح كنيسة الشهيد ماركيوس أبو سيفين في منطقة بابا بلجيزة بعد تعرضها لحريق بالأمس للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية أرجو أن تصف لنا ما الجديد في المشهد لديك بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح سيسي الهيئة 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 بإجراءات المتابعة والترميم لهذه الكنيسة تحياتي لكم مصطفى وإيمان بعد التحية يعني الآن نتواجد أمام كنيسة أبو سيفين بمنطقة بابا هذه الكنيسة التي تعرضت لحادث أليم بالأمس ولكن استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة هذا الحادث سواء من الحالة الصحية أو بعدها بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء في عملية الترميم لهذه الكنيسة بمجرد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للهيئة الهندسية بدأوا بالفور في التواجد في هذه المنطقة أمام الكنيسة بالأمس تحديدا في تمام الساعة الرابعة أو الخامسة عصرا لسرعة تنفيذ هذه التوجيهات والبدء في عملية الترميم منذ أن تواجدنا هنا في هذه المنطقة أمام الكنيسة ونحن نرى خلية نحل من العمال الذين يعملون على إعادة الترميم لهذه الكنيسة سأضعك الآن مصطفى في هذه الصورة الهند لعملية الترميم التي تتم أولا هذه هي الواجهة الخاصة بالكنيسة الواجهة يعني شبه انتهت تماما أو يعني نسبة كبيرة من الواجهة قد انتهت عادت إليها الشكل الجمالي مرة أخرى وربما ستكون أفضل من السابق عملية الترميم في الواجهة تتم بعدد كبير جدا من العمال الذين يواصلون الليلة نهار العمل هنا في ترميم الكنيسة على مدار 24 ساعة كما تحدث إلينا مسؤول الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كما ترى من يعني في الطابق الثالث والرابع هم أكثر الأدوار تضررا بالحادث لأن الحادث قد اندلع في الدورة والطابق الثالث ثم تصاعدت النيران إلى الطابق الرابع فالطابقين هم الذين فيهم إجراءات كبيرة من الترميم وبعض التلفيات الكبيرة علمنا أيضا من مسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعني مسؤول عن عملية الترميم من أن هناك بعض اختبارات السلامة والأمان تتم للطابق الثالث والرابع للوقوف على بعض النتائج التي ستساعد في عملية الترميم أو اتخاذ بعض الطرق أو بعض الإجراءات المعينة الخاصة بالأسقف والخاصة أيضا بالمقاعد الموجودة أيضا سيكون هناك شبكة أمان لمكافحة الحرائق فيما بعد فسيتم تغيير كل شيء كان موجود فيه داخل الكنيسة الأهالي هنا أيضا يعني عبروا عن سعادتهم بمجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأنهم يشاهدون منذ الأمس الترميم الذي يتم سواء في الواجهة أو داخل من داخل الكنيسة خاصة في الطابق الثالث والرابع أيضا هناك يعني بعض الأهالي تحدثوا وقالوا بهذه الجملة أن الهيئة الهندسية هي رقم واحد في عملية الترميم وجهود كبيرة تتم أيضا يعني من خلال عملية الجهود التي تتم في ترميم الكنيسة أنه من المتوقع الإنجاز في الوصول إلى نهاية الترميم بشكل كامل الأهالي يتوقعون في خلال يومين أو يعني لا يزيد عن انتهاء عملية الترميم نظرا للجهود المبذولة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أيضا يعني الأهالي يطمئنن من خلالهم على حالة المصابين في المستشفيات هم بحالة جيدة وفي انتظار خروجهم في الوقت القصير القريب ولكن جهود تتم مبذولة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابا والآن عودة إليكم مرة أخرى مصطفى وإيمين شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري محمود جميل على هذا العرض وتمنياتنا بتمام الشفاء والمعافاة للمصابين شكرا جزيلا محمود جميل